نروح بقى لمران نادي زمالك استعدادا طبعا لمباراته الهمة جدا بعد بكرة الخميس امام النادي المصري زي ما كنا منتكلم مبارح نادي زمالك لا يملك رفاهية التعادل او خسارة اي نقاط امام الاسماعيلي بعد بكرة امام الاسماعيلي ان شاء الله لا يملك رفاهية اي خسارة نقاط النهاردة كان فيه تدريب هام جدا جدا لنادي زمالك تحت قيادة جروس جروس اطمأن على بعض اللاعبين اللي بيعودوا مرة تانية الى التدريبات الرئيسية على رأسهم ايمن حفني اللي ظهر في المران الجماعي بقوة النهاردة ظهرا على ملعب النادي حفني كان انهى برنامجه التأهيلي اللي كان يشتغل عليه طوال الفترة الماضية حفني ما ظهرش في مبارات الزمالك منذ الفوزة 2-1 على امبي في 17 فبراير الماضي يعني قديله حوالي شهرين بعيد تماما عن الصورة كمان كريستيان جروس عمل جلسة سريعة مع عبدالله جمعة للإطمأنان عليه جمعة خضع لفترة تأييل خاصة على هامش المران لانه بيعاني من اجهاد عضلي خفيف لكن ما شاء الله حاجة جميلة ربنا يحميك يا عبدالله يا جمعة الوينش اخذ رحم التدريبات لانه طبعا واخذ اذن من جروس لانه الوينش طبعا عنده الانظار التالت وسيغيب عن لقاء الخميس احمد مدبولي برضو ما شاركش لانه اشترك مع فريق سبع موليد سبعة وتسعين في مواجهة الانتاج الحربي في بطولة الجمهورية اللي انتهت بفوز الزمالك تلاتة صفر كهرباء وطارق حامد اكتفية بتأدية فقر التأهيل خاصة في الجيمنيزيوم وفقا لبرنامج عدوا الجهاز الفني الاثنين هيخشوا اللي هو طارق حامد وكهرباء التدريبات الجمعية بكرة الاربع ان شاء الله قبل مواجهة الاسماعيل اما حازم امام كابتن الفريق طبعا بيواصل برنامجه العلاجي والتأهيل للتعافي من الاصابة لكن لسه هو بعيد عن الصورة تماما الزمالك في ميرانو يعني ركز فيه جروس على بعض الجمل التكتيكية تعليط معدل اللياقة البدنية التركيز على صناعة هجمات مرتدة سريعة خاصة تعتمد فيها على الاطراف كيفية التغطية الدفاعية خاصة ان ظهرت بعض الصغرات الحقيقة خلال المباريات الماضية في خط دفاع نادي الزمالك طبعا في غياب الوينش اتصور هيعود محمد عبدالغاني مرة تانية في منطقة قلب الدفاع بجوار محمود علاء ترجمة نانسي قنقر